بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة نتكلم فيها عن آيات من كتاب الله سبحانه يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذه الآيات الكريمة من سورة فاطر وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وتتحدث هذه السورة الكريمة عن ما يتحدث عنه القرآن المكي من إثبات قدرة الله وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية الدالة على قدرته وجبروته وعن خبر القوم السابقين والحديث في الآية الكريمة إنما هو مع المشركين والعلماء يقولون إنما في القرآن من يا أيها الناس يغلب أن يكون مع غير المسلمين فكأن هذه الآية الكريمة تتكلم مع المشركين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الجهة من التهديد فتقول يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أنتم محتاجون إلى الله والله غني عنكم والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إليكم إن يشأ يذهبكم لو أراد جل في علاه أن يذهب بكم وأن يأتي بقوم آخرين يؤمنون برسوله ويدينون له سبحانه فإنه يستطيع ذلك وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك ببعيد عن قدرة الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة إنما هي خطاب للعالمين إلى يوم الدين فكأنها تبين للناس جميعا أن الله غني عن عباده وأنهم بحاجة إلى الإقبال عليه سبحانه وأنهم هم الفقراء إليه فما أعظم أن يفهم العالمون ذلك ما أعظم أن يفهم سائر الخلق أن الله غني وأنهم هم الفقراء وأنهم بحاجة إلى رب العزة سبحانه وتعالى ليهديهم في الدنيا ولينجيهم في الآخرة تصلح الآية الكريمة أن تكون خطابا لغير المسلمين وتصلح الآية الكريمة أن تكون خطابا للعالمين مسلمهم وغير مسلمهم على معنى الدلالة المستقلة التي تبرز مقام الافتقار إلى الله وأن الخلق جميعا ينبغي أن يتحققوا بافتقارهم إلى الله ليس في هذا الوجود غني إلا الله وكل الخلق فقراء إلى الله يحتاجون إلى دعمه يحتاجون إلى إمداده يحتاجون إلى قدرته يحتاجون إلى توفيقه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني عنكم ولكنه يحمد لكم إقبالكم علي ولذلك زيلت الآية بقوله والله هو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى بقدرته أن يذهب بكل من على الأرض إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الآية تعلمنا وجوب الافتقار إلى الله ووجوب اللجوء إليه ووجوب دعائه سبحانه والتماس الخير من يده والتوكل عليه والإنابة إليه وطلب الخير كله منه سبحانه وعدم الافتقار إلى الخلق وعدم الاعتماد على الخلق وعدم سؤال الخلق شيئا من الدنيا الله سبحانه وتعالى يملك الدنيا ويملك الآخرة فهو سبحانه ملجأ كل مؤمن وهو سبحانه صاحب كل عطاء هو الذي يستطيع أن يغنيك في الدنيا بالافتقار إليه وهو الذي يستطيع أن ينجيك في الآخرة بالإنابة والتوبة والرجوع إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حق الافتقار إليه ودوام التوكل عليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المفتقرين إليه الملحين عليه في الدعاء الطالبين منه لا من غيره اللاجئين إليه على الدوام اللهم اجعل خضوعنا وزلتنا لك وحدك واجعل يا ربنا افتقارنا إليك سببا في عزنا ورفعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته